السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي الكثير رأى أنه يعني مفهمتش كيفها الكثير من الجزائريين موشي هادروا على أكبر حركة قامت بها الجزائر مؤخرا وهي امتناعها عن التصويت من أجل إدانة الحوثيين هذا الأمر أحدث زلزال الكثير من الجزائر الآن تتعافون كثير من دول العالم والسياسيين العرب المطبعين يتهمون للجزائر انظر إلى الجزائر إنها تدعم الإرهاب مثل هذه الحشرات ليس ذو حسب اليمن الآن كلها تشكر الجزائر أحشيكم معكم المواضي هذا بالفيديو الجزائر أيضا لما تقوم بهذا بحسب بل منعت حتى سفن حربية أمريكية وطائرات من العبور فوق سمائها وبحارها في نفس الوقت اللي استقبلت فيها المروك سفن إسرائيل وهذا ما تحدثت عنه جريدة إماراتية واعترفت بموقف الجزائر الراسخ وموقف المروك الخائب بالنسبة لموقف المروك يعني خرج الشعب المروكي كله يحتج وبقوة يعني موضوع سفنة الآن ما زال حرق في قلب المراكة الأحرار وأحنا نوريكم أيضا المؤتمر القومي العربية تحدث على هذا الأمر ويعتبر المروك دولة خائنة مشاركة في الحرب ضد فلسطين في الأخبار أيضا الجزائر تطور درونات حربية وأيضا تطور أنظمة إطلاق القذائف لطائرات المسيرة الصغيرة هذا الأمر راح يبهركم خاتي وعدنا بعض المواضيع الأخرى لإذا كفنا الوقت نشاركها معكم قبل أن نبدأ تفاصيل هذا الفيديو خوتي ما تنسوش أرجوكم تكليكهونه على زر الإعجاب وزيدوا أيضا فطركم اشتركونا في القناة وفعلوا الجرس الأمر هذه كلها خوتي راح تدعمنا نصد دول كل حملات السينيار شكرا جزيلا لكم كما راكم تشوفوا خوتي في هذه الصور هذه عبارة عن درونات حربية صغيرة يعني الجزاء الآن تصنع الدرونات الحربية كبيرة ولكن في نفس الوقت تصنع الصغيرة اللي الآن راح يتم استخدامها في كل أنواع الحروب يعني تستخدمها إسرائيل تستخدمها حماس تستخدمها الحوثيين إيران كل العالم لا يستخدمها الآن وهذه الطائرات يعني مطلوبة بزاف الجزاء الآن تمكنت من صناعتها أخيرا ليس ذو حسب بل قامت بصناعة أو تطوير أنظمة إطلاق القذائف للطائرات المسيرة الصغيرة وهذه الأنظمة أخوتي يعني تقدر تطلق من 10 إلى 15 درون حربي في نفس الوقت يعني في آن واحد وهذه الطائرات والمنظومات ظهرت في معرض الجزائر أيضا هذه الدرونات الحربية الصغيرة مجهزة بأحدث التكنولوجيا لديها كاميرات حرارية ونظام تحديد بالليزر لتتبع الأهداف ليلا ويمكنها الطيران على ارتفاع شاهق لكي لا يتم تحديد مكانها بحكم أنها طائرة صغيرة يعني تمرشكم في هذا الموضوع حاضي خبروناكم في تعليقات الجزائر مؤخرا دارت حركة جميلة جدا العرب كلهم رمخلوعين في حركة الجزائر الآن بما أن روسيا والصين عندهم حق الفيتو فهم حقا منعين خصوصا بامتلاكهم لأسلحة نووية لكن الجزائر في المقابل ليست بالمناعة لعند روسيا والصين الجزائر قادرة تتعرض لكل أنواع العقوبات فأحيانا الواحد يكون في مواقف مثل هذه قادرة حتى يتخذ قرارات ضد الدول العربية وقدر حتى ما يتلامش عليها فمثلا شكون ليلا من السودان على تطبيعها مع الكيان الصهيوني السودان الآن تعيش أسوأ مراحل حياتها علىه لأنه دارولها الكثير من التهم بأنها تدعم الجماعة الإرهابية وبأنها دولة إرهابية وبسبب هذا امتنعت الكثير من الدول من تصدير المواد والموارد لها وبالتالي السودان الآن أصبحت دولة معزولة الأمر اللي ضر الاقتصاد التحى لهذا يعني قلوا لها خيري يتطبع مع الكيان الصهيوني ونحو عليك العقوبات ولا تقعدك مراكي السودان يعني الله غالب كما مزيرين لها على يدها اضطرت تطبع مع الكيان الصهيوني لكن الآن راح صار فيها أسوأ مما كان صاري مقبل بسبب تدخل الإمارات ونضط الحرب الأهلية عندهم لا يعني ليس هذا موضوعنا الجزائر قادر تتعرض لمثل هذه العقوبات لأنها تدعم جماعة الحوثيين لكن عليها ما يقدرش ديرها الجزائر خاطئ لأن الجزائر عندها في يدها سلاحة سلاح في الجزائر وفي يد الجزائر هو المحروقات فروسيا الآن خلاص حبست ما تتصدر الغاز إلى أوروبا وأوروبا الآن أصبحت تعتمد كثيرا على الغاز الجزائري يعني لا يمكن معاقبة الجزائر هكذا فقط الجزائر أثبتت مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا صمودها في وجه الظلم مؤخرا قررت عدم التنديد بما تقوم به جماعة الحوثيين وكما علابكم أخوتي جماعة الحوثيين علابكم شامي ديرو رامي قصفوا كل السفن اللي رايدغاري في إسرائيل سواء كانت إسرائيلية أمريكية بريطانية أو غيرها وبعد ناني سقصة والجزائر قلوا لا بسحلها انتناعتي على تصويت من أجل إدانة الحوثيين جزائر قل لأن المسألة سهلة جدا راكم غمضين عينيكم على المشكلة الأكبر وراكم راحيني لمشكلة الجزئي إذا حبيتوا اليمن تتوقف عن هجوم السفن وروحوا ديروا وقف إطلاق النار في غزة وهكا مزيدوش أصلا تسمعوا باليمنيين المسألة السهلة للغاية بسبب هذا الأمر الكثير من الدول بدأت تتحرك وتتحدث على ما تقوم بها الجزائر وكانت عندهم آراء سلبية والأحرار كانت عندهم آراء إيجابية فمثلا شوفوا ذو البغل عبدالجليل السعيد قال الجزائر تدعم الحوثي الإنقلابي الإرهابي في مجلس الأمن وانتوما راكم تدعموا المجرمين الإرهاب بتاع كاين رصهيوا للغاية يكتلوا في الأطفال في غزة يرحم بابا قول لي الحوثيين شحال كتلوا الآن من هذا السفن يعني من طاقم السفن اللي عبر يماجين يا أخوتي قاموا بتضمير الكثير من السفن ولكن ما كتلوا ولا واحد حتى من الجنود ما كتلوهمش يعني الحوثيين الآن فيهم الرحمة والإنسانية خير من هذه الصهاينة لم يكتلوا في الأطفال الفلسطينيين كل يوم زيد بغلوا واحد آخر محمد وموسي ماذا قالهم من دوب الجزائر في مجلس الأمن يرفع يده دعما لمليشيات الحوثي في اليمن نعم اليوم وغدا خير من دعم الصهاينة اللي العالم كله الآن رهيدين فيهم اليمن طبعا مقدرش يخلو الأمر رحا كذا فخرجوا وبدوا يشكروا في الجزائر هذا محمد من رضوان قالهم من اليمن أغردوا بعالم الجزائر العظمى فخرنا كشكر للجزائر على الموقف تحى الأخير لكن مواقف الجزائر الصامدة ما حبس الجهناء تستفكر قناة الحدث ما قامت به الجزائر عندما منعت طائرات حربية أمريكية من عبور أجوائها قتلها روحي يقلعي وبعد على وجهي شوفوا الفيديو أخوتي أفدت وسائل العالم الغربية بأن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة عسكرية أمريكية كانت آتية من قاعدة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي بالأراضي الإسبانية ومتوجهة إلى إسرائيل وأكدت الصحفة أمريكية أن الجزائر حضرت عبور طائرة أمريكية فوق الكثير هذك الوقت كان يقولوا باللي أعلى لتو مرح تكذبوا الجزائر عمرها مرح تقدر تبعد ولتوقف طائرة حربية أمريكية أقوى دولة في العالم الآن الصحفة الأمريكية رأيت أكد على هذا الموضوع ورهي الأعذار تقم جزائر حضرت عبور طائرة أمريكية فوق أجوائها من دون توضيح متى تم ذلك مشيرة إلى أن الطائرة تستعمل للتنقل للإستراتيجية السريعة للقوات لتنفيذ مهام النقل التكتيكي للإجلاء الطبي ونقل القوات المحمولة جوان وأطلاق المظليين وأكدت الوسائل العلم الأمريكية أن طائرتها انطلقت قبل منعها من التحليق في الأجواء الجزائرية يعني كشغل راح تسير من روحها كشغل ايه تكون هذي هذي يا أخي إفريقيا الجزائر جاي في إفريقيا قلع قلع عمبات في نص طريق سقسهم إذا تقدر تعبر ولكن تفاجأوا بأنه في نص الطريقة يسمعوا الرادارات الجزائرية تتصل بهم يعني أجهزة الاتصال الجزائرية تتصل بهم قلت لها شوفي يا الطيارة الفلانية اللي راكي جاي مفلان عاودي ولي من راكي جيتي الطيارة شوفك في دارت خاطئ جيت هكذا وبعد دارت عاودي تعيطت للمقراتها قلت لما سمعوا الجزائر ما خلتني شنا نعبر كيف ندير دارت ثلاثة ولا حتى رابع دارات باش تقعدت سقسي والاستعلام وبعد الجهة الأمريكية قلت لها أوه الجزائر ما خلتك تتعبري ما لغير عاودي ولي باش ولت اني باش تشوفوا قوة الكلمة الجزائرية من القاعدة الأمريكية الموجودة بمقاطعة قادش جنوب غربي إسبانيا كما لفتت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الأمريكي استعمل منذ هجوم حماس على إسرائيل في سبع من الأجواء الجزائرية بشكل يومي لكن من دون توقف في أي مطار جزائري يعني عمرهم ما حبسوا في المطارات الجزائرية طبعا لكن لا يمكن قول نفس الشيء بالنسبة للمروكة اللي جات سافينة يعني أمريكية محملة بالجنودة الإسرائيليين وحبست وطلعت المؤونة والأسلحة وتهالله فيها الله هالله وقلعت كاملة طريقة باش تروح تكتل الفلسطينيين يعني موقف دقول الله أنا هضروع لبلدين اللي بعد على بعضهم مئات آلاف ولا آلاف الكيلومترات تحير كفي الجزائر والمروك جايين جيران لبعضهم البعض عقليات مختلفة تماما لكن في المروك كان الكثير من الشعب الأحرار طبعا اللي ما يقبلوش بمثل هذه الأمور اللي خرج في احتجاجات غاضبة من السفينة اللي قارات عن تهم حقا قبل ما نروح نوريكم من احتجاجات عن المروك شوفوا هذا الخبر خوتي جاي من المؤتمر القوم العربي وهذا خبر نشراته الإداءة الجزائرية اليوم وش يقول هذا الخبر المؤتمر القوم العربي يعتبر رسول سفينة تابعة لجيش العدو متوجه للكيان الصهيوني بموالي المغربية مشاركة في العدوان على غزة وعمومة فلسطين يعني الآن المروك رح يشارك في العدوان على غزة وكل شهيد فلسطيني رح يكون على رقبة للمراركة ليس ذو حسب بل إن الموالي المروكية الآن رح يتقلع منها قوة تقتل الفلسطينيين هاكذا رح نبدأ نفهمها وهاكذا فهمها المؤتمر القوم العربي قادر تقتل المؤتمر القوم العربي هذا وش هو هاوليك يعني ملخص لتعليف المؤتمر القوم العربي المؤتمر هو منظمة وإطار عمل سياسي يجمع عدة شخصيات عربية ذات توجه قومي عقد المؤتمر القوم العربي الذي يعتبر نفسه امتدادا للمؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس في 1913 دورته الأولى في تونس عام 1990 يقيم المؤتمر دورات سنوية وينتخب كل ثلاث سنوات أعضاء الأمان العامة واللجنة التنفيذية كان أول أمين عام له هو خير الدين حسيبة الأمين العام الحالي للمؤتمر هو عبد القادر هوقا ركتوفوا يعني المؤتمر هذا مؤتمر كبير وراه يعتبر الآن تحركات المغرب بقبولها لرصوب السفينة هي مشاركة في الحرب المؤتمر يديل بقوة رصوب السفينة العسكرية كومي ميوت التابعة للبحرية تعالى احتلال للتزويد بما يلزمها من وقود وأغذية وأيضا المؤتمر الآن استذكر قلت يا المروق عيب عليك إسبانيا يا الرب دولة مسيحية كافراء حتى ماء عربية ومنعت رصوب السفينة وانتخلتها شوفوش قالتها رغم أن دولا غير عربية وغير إسلامية كإسبانيا رفضت استقبالها وتزويدها بالوقود وبسبب هذا الأمر وشعور الشعب المروكي بالعار خرجوا في احتجاجات وشوفوش ما يقول فيه الاحتجاجات خلالتي ترجمة نانسي قنقر يعني في هذه الاحتجاجات الضخمة كما رقم تشوفو هنا في المروكة را يقول اللي يستقبل سفل الكيان هو ما يرد مراه ما هو منا واللي يتواطأ مع العدوان ما هو منا واللي يطبع مع الكيان ما هو منا واللي يعتقل الأحرار ما هو منا واللي ما يسمح صوت الشعب ما هو منا اشتركوا في هذا الموضوع خوتي واختصار لما شاركناه معكم في هذا الفيديو خبرونا لكم في التعليقات كما شفت ورانا شاركنا معكم أبرز عنوان أخبار اليوم إذا عجبكم هذا الفيديو نتمنى منكم خوتي أرجوكم تكليكونا على زر الإعجاب وتشتركونا في القناة وتفعلوا الجرس أمور هذه كلها تدعمنا نصدق حميلة سينيال شكرا خوتي على المشاهدة وإلى اللقاء